لعيبة الرجالة قوي والليلوم دور سواء جوة الملعبة خارج الملعبة ممكن النهاردة بتلم اللاعبين دايماً وفي الأوقات اللي كان فيها شواء هبوط في المستوى لأ بتصحزح زميلك وقاعد بمعنى كلمة في الملعبة بسم الله الرحمن الرحيم في الأول طبعاً الحمد لله أحب أشكر اللعيبة على الأداء وعلى المكسب لعيبة كلها رجالة من الأول دقيقة لآخر دقيقة ما فيش حد أثر عندنا غيابات كتير عندنا إصابات كتير لعيبة كلها مهمة بس الحمد لله يعني فيه مقولة دايماً يقول لك الأهلي بمن حضر وفعلاً النهاردة إحنا بمن حضر لعيبة كلها على قدر المسئولية ولسه الطريق طويل قدامنا بإذن الله ولسه بدر يعني بإذن الله أهم التعلمات اللي كابتن عمر قال لكم بلنشطين خاصة أن إحنا دخلنا جون بدر أوف شطر أوليني والهالف الثاني تأخر لبنهاية المبارد وكابتن عمر طلب مننا أن إحنا يعني التركيز يفضل زي ما هو هدوءنا يفضل زي ما هو نبتن نلعب كورة زي ما إحنا مش عايزين نصاربعة مش عايزين نستعجال طبعاً حراك عارف نتيجة 1-0 دي أخطى نتيجة في الكورة يعني لقدر الله غلطة كده هجمة مرتدة تعادل على طول المتش يتشألب فإحنا ما كناش عايزين يدخلهم معنا في المتش فرقة إسماعيل فرقة كويصة وحراك عارف أن هي من أقوى الفرقة الموجودة في الدوري وكمان ماتشات الأهلي والإسماعيل لماتشات جماهيرية الناس كلها بتستناها جامير كلها بتستناها بس فكنا عايزين أن احنا ندوس ونحاول أن احنا نجيب الجونة الثانية يعني الحمد لله هو أجيب في آخر المتش بس الحمد لله يعني دايماً اللوالد في الآخر بيبقى لها طعم كده مميز يعني شكراً أحمد بالتوفيق وإن شاء الله مستنين منكم البطولة الثانية بإذن الله شكراً كابتن وساما مكملين لقاتنا ويعني حينضمننا أكتر من اللاعب بعد كده معانا زياد طارق النهاردة يعني صاحب الهدف الثاني واللي كان أداء مميز أعتقد زياد طارق العارة كمان فرقت معاه والنهاردة بان جداً أداءه في الملعب لعيب أكثر من رائع لعيب تاكتيكي كابتن عمر أنول يمكن على طول بيديله تعليمات وبقوم بأكتر من دور في الملعب يمكن أدواره مركبة يعني زياد النهاردة طيب لما نرجع تاني لزمنا محمد توفيق دكتور سابت رأيك في مجمع المباراة وزيما كابتن عمر أنور كان بول ممكن لإسماعيل يتعادل لكن الحمد لله تدركنا الموضوع بهدف في الشرط التاني مجمع المباراة هو راضي عن أداء اللاعبين وكمان أسنع على اللاعب اللي بتلعب في كذا مركز النهاردة كان عنده حلول وكرة جايدة لكابتن عمر أنور في المباراة لما أحمد نبيل كوكا تعور جلال راح باك ليفت والنهاردة سعد الله نزل باك رايت طبعا في البداية ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز على النادي الإسماعيلي انتم اللي بنقول أن النادي الأهلي بمنحضر نادي الأهلي بمنحضر ليه؟ النهاردة بتلعب من غير خطة فعب الكامل يعني محمد مغربي وحمدي ياسر الاتنين المساكين الأساسيين مش موجودين بتلعب من غير الباك رايت الأساسي أحمد سيد عبد النبي بتلعب من غير الباك ليفت الأساسي أحمد محمد أشرف فانت الأربعة الأساسيين مش موجودين الحاجة التانية بيتصاب منك نبيل كوكا ما بين الشطين وبيتصاب المهاجم اللي كان ماشي بشكل كويس محمد ياسر وفي نفس الوقت بيروح منزل جلال الباك رايت بيوديه باك ليفت وبينزل لعيب الارتكاس وبيقدي بشكل كويس واللعيب الارتكاس بيوديه كباك رايت فانت عنده حلول كتير بصراحة وأدوار تكتكية ولكن المهم النتيجة يعني أن انت كسبت 2-0 في ظل ظروف الإصابات دي فدي حاجة تحصل بصراحة وبأداء كويس وباستحواز خلينا أقول الحلاج برضو على رقم مهم جدا النادي الأهل النهاردة ده يمكن السلبية الوحيدة اللي شايفها هي أخضر الفرص أكيد هنتكلم في السلبية دي بشكل أكبر دكتور وكيفية العلاج هنروح برضو مرة تانية لأرض الملعب لزمينا محمد توفيق فضل توفيق أهلا بيك من جيكة أسامة برجع لحلاج مرة تانية ونضمي لزياد طارق أحد مجوم المباراة النهاردة وبالأمانة يا كابتن وسامة على مدار الموسم يعني الأربع سبيع الموضية كمان زياد كان ليه دور كبير جدا مع الفرق يعني زياد النهاردة مجود أكثر من راعي تعليمات خاصة من كابتن عمر أنور على طول ليك وأدوار مركبة جوه الملعب وربنا أكلم مجودك النهاردة بهدف كويس الحمد لله طبعا بحايل الكابتل في الستوديو الحمد لله على الأداء النهاردة وعلى الهدف وإحنا تعبنا والعيبة تعبت وعملوا أداء كبير وأداء مشارف صراحة فكنا نستحق المجسد عن الحمد لله قبل زياد تعلمات من كابتن عمر خاصة أن بعد الجول يمكن الأداء هبط شوية وضيعنا أكثر من 8 أهداف تريبا بعد ما جبنا الجول أول تراجعنا شوية الأداء بدأ يقل بس بعد كده اتكلمنا في الملعب وكابتن عمر بدأ يتكلم معنا أنه لازم نمسي الكورة وكرة تفضل في رجلنا لحد ما قدرنا نمسك الماتش من تاني ونسجل هدف تاني ونخلص الماتش عنه أعارتك الإسماعيلي فريتك كتير وممكن عارف معظم اللعب اللي كانت تلعب عليها خاصة أن معظمهم متصعد من الفريق الأول أعتقد أننا كانت دور كبير جدا ونشايفين يعني الجابها سواء في الشرط أولاية أو الشرط التاني أنت كنت متسايد الجابها بتاعتك كلها الحمد لله أنا عارف تقريبا خمسة أو ستة من الدرجة الأولى من الإسماعيلي كانوا في الملعب فعرفهم فعرف معظمهم يعني الحمد لله كان أداء كويس وعرفت نقط ضعفهم واللعبنا عليها والحمد لله قدرنا نكسب يعني شكرا بزياد وابنطناك التوفيف اللي جاي بإذن الله كابتن وسام كان من هنا نضم لنا نجمة من نجوم النادي الأهلي يعني كان مباراة أمي ما كانتش مزاعة معنا على هوا لكن هو كان نجمها الأول والنهاردة كمان يمكن النتيجة كانت 1-0 يعني إن شاء الله انفراد وفيك كان شوطة صعبة جدا إن شاء الله محمد أشرف كوت وحرس مرمى الفريق يعني ألف أبروك الفوز وبنحيك على أداءك الله يبارك فيك يا سيد محمد والحمد لله يعني الأداء دا يرجع فضل الكابتن عمر وكابتن أب وتعبهم معنا الفترة اللي فاتت والحمد لله أن أردك كانت أداء كويس ولعبك أنا على قد المسؤولية وقدرنا الحمد لله أن نطلع بثلات أبنو يعني ممكن ما تشميكم الناس زي عينو طبعا الفريق الأول لكن كمان البطولة مهمة طبعا هدفنا الفريق الأول وهدفنا الأول البطولة إن شاء الله نحفظ عليها للمرة بعد التوالي بغض النظر عن الموسم اللي كانت اللغة بسبب كورونا إن شاء الله يعني إحنا ماشيين كويس ومبارات الإسماعيلي والأهل اللي دايما بتكون حساسة والنهاردة الحمد لله دارنا نطلع بثلات أبنو يا توفيق ونطلع قدامي الحمد لله يا توفيق بارك لحمد أشرف على أداء الرائع النهاردة والنهاردة بعتبر واحد من نجوم المباراة في التصدي الرائع في الشوط التاني كان ممكن الهدف ده يغير نتيجة المباراة لكن التصدي الرائع لمحمد أشرف كوتو يعني في الوقت الحاسم قدر يعني يحافظ على نتيجة المكسب ندلع فالنهاردة أقول له ألف مبروك على هذا الأداء بالفعل كابتن سامة كابتن سامة ببارك لك على أداء النهاردة وبقول لك ممكن الكوة اللي شلتها النهاردة يعني ساهمت بشكل كبير جدا فخرجنا بالمباراة بالمكسب خاصتنا نتيجة واحد سفر يعني عزو الله كمان كابتن سامة يعني ماتش إيمبي لأ كوتو كان نجم المباراة الأول كمان شكرا يا كابتن سامة الله يبارك فيك والحمد لله يعني ده كرم وفضل من ربنا كبير طبعا الحمد لله يعني الواحد بيتعب وبيجتهد ودي ناتج عن تعب والفترة اللي فاتت والحمد لله يا رب أكون عند حصن ظن النادي وكابتن سامة وحضرتك والنادي كله بإذن الله الفترة الجاية محمد دي شهادة كبيرة جدا من كابتن سامة حسن يعني واحد من أفضل مهاجمين في النادي الأهلي ودلوقتي طبعا إعلام كبيرة ده مسؤولية عليك وانت لوقتي بقيت واحد من نجوم الفريق ماتش إيمبي ماتش النهاردة مستقيم منك كتير الفترة الجاية شافة إزاي إن شاء الله طبعا دشارة فلال الكابتن سامة يحييني وشكورنا على الأداء وإن شاء الله الفترة الجاية احنا بناخد كل ماتش بماتشو وانت شجاء إن شاء الله نركز المباراة صعبة جدا قدام فرقه في اسكندر إن شاء الله نكون لعب على قد المسؤولية إن شاء الله ونقدر نرجع بسراتة بونت إن شاء الله شكرا حابلتنا لك ده والتوفيق إن شاء الله كابتن وسامة دي كانت لقاءاتنا عقب انتهاء مباراة للأهلي والإسماعيل وفوز كبير 2 صفة على فريق الإسماعيلي يارب دايما نستمرار الانتصارات النادي الأهلي وفوزه ويبقى النادي الأهلي دائما في المقدمة كي مني كانت لقاءاتنا سامة وضيفة قرامة فضل